مرحبا وأهلا فيكم مثل ما بنعرف أنه اليوم عيد الشهداء وتعودنا من 50 سنة إلى هلأ أنه نحن من فيق الصباح بنفتح التلفزيون أو الإذاع أو اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ومنشوف الاستعراضات العسكرية والدبابات تفلح بها الصحراء والتشكيلات العسكرية المختلفة والجنود شالحين ويع ويع ومنها الحكي الفاضي وأناشيد وصور طبعا القائد الخالد وأبن القائد الخالد هذا بالنسبة لنا عيد الشهداء ما بنعرف تماما شو هدون الشخصيات وشو كان دورهم يلي يعني أعدموا في ستة أيار عام 1916 في لبنان وفي سوريا في ساحة المرجع وهؤلاء الأشخاص الحقيقة اليوم عليهم جدل كبير لأن بهذاك الوقت كانوا هن مواطنين عثمانيين وكانت الدولة العثمانية في حالة حرب حقيقية هي الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية وألمانيا وبين فرنسا وإيلترا وكانوا هدون الأشخاص بشكل أو بآخر على اتصال مع دول الأعداء وتم إجراء محاكمة الناس بيقولوا عليها سوريا وإصدار الأمر بإعدام وطبعا فيه هنا أكثر من الأعداد يلي هن بالعشرات بين لبنان وسوريا ولكن في منهم نفيوا في منهم سجنوا إلى آخره ضمن إيطار اتصال مع الأعداء في وقت الحرب يعني كانت هاي التهمي اليوم فيه جدل حول هذا الموضوع حول جدوى الشيء يلي قاموا فيه ليش هذا الجدل موجود؟ لأن عموما الأمور بخواتمها مثل ما بيقولوا يعني لو نحنا اليوم دولة متقدمة متطورة نشحت الحركة يلي قاموا فيها هدون الأشخاص وأسسوا لدول قوية دول ديمقراطية مؤسسات ونحقت بركب الدول المتقدمة لكانوا هدون الناس أبطال بلا أي نقاش وكان ما حدا أصلا نكش وراهن ولا سأل شو عمل وهذا الشيء طبعا بنشوفه بالتاريخ كتير يعني من جورج واشنطن أتاتورك حتى الثورة الفرنسية دائما تكون النتائج جيدة ما حدا بيرجع بيبحث وبينكش وبيفحص لأنه طبيعي أنه أنت في فعل وهذا الفعل أدى إلى نتائج ممتازة فخلاص معنات هذا الفعل صحيح أما لما بيكون الواقع مثل نحنا واقعنا اليوم واليوم نشوف حالنا بحال أسوأ ألف مرة مما كنا عليه قبل مئة سنة فالناس بتبلش بتقرأ بتبلش بتحاكم بتبلش بتشوف شو صار مو بالهدف العودة إلى الوراء يعني دائما هذا النقاش موجود بيني وبين كتير من الناس أنه إذا نحنا رجعنا معناه إذا نحنا رجعنا حكينا بالموضوع وفتشنا ودققنا معناه أن نحنا كأنه عم نترحم على الدولة العثمانية أو بدأ نرجع للتاريخ لوراء ونعيش فيه لا مو هذا أبدا المطلوب مطلوب أنه نحنا نفهم شو صار ونستفيد من هالتجارب لحتى ما نكررها في المستقبل المهم أنا مو هذا موضوعي اليوم موضوعي أنه هدون الأشخاص يعني على سيرة العسكرة ما لهم أي علاءة بالعسكرة ولا بالضباط ولا بالحروب ولا بالأسلحة هدون الأشخاص كانوا باختصار مفكرين وسياسيين أصحاب كلمة ورأي وعمل حزبي ممكن يكون سري ولكن ما لهم علاءة بأي شي عسكري وإذا بدي أخذ مثلا مثال منهم يلي هو عبد الحميد الزهراوي وهذا الزلمي كان صحفي طبعا وعنده نشاط أدبي كبير هدون الكتب هذا نتاج فكره لعبد الحميد الزهراوي مقالاته وأفكاره ويلي أنا أريتها أكثر من مرة وحفظتها الحقيقة الدولة يلي بيدعي إلي بهذا الفكر بعيدة كثير عن اليوم يعني كثير من أنا متقدم وصعب أنه نحنا نوصل للشيء اللي عبد يدعو إله بهذا الكتب هو وكثير من الناس اللي كانوا معه كانوا سياسيين ولا مفكرين يلي بدي أقوله أنه هذا الرجل والناس اللي ماتت على أعواد المشانق كانت هي يعني عبت ناضل ضد الاستبداد هي عبت ناضل من أجل الحرية كانت عبت ناضل من أجل إشاعة العدل والمسواة بين كل السكان الموجودين في البقعة الجغرافية أو في بلادنا هذا اللي كانوا عبت ناضلوا مشانوا مو لحتى يأسسوا لحكم ديكتاتوري عسكري مستبد يعمل فينا يلي ينعمل فينا اليوم وهن بالحقيقة هن قارب كتير للناس أصحاب الكلمة والرأي واللي عب يناضلوا بشكل سلمي اليوم ليوصلوا لينتقلوا بالدولة تبعنا لا دولة ديمقراطية بتشيع العدل والمسواة بين كل مواطنين من العسكرة والحرب والأسلحة والدبابات والطيارات وإلى آخره ومع الأسف يعني نحن عسكرنا مثل ما عسكرنا كل شيء كمان عسكرنا هالمناسبة فعوض ما نحن يعني نبحث بآراء ذون الأشخاص نبحث بالنظريات اللي أشاعوها نبحث بفكرهم ورأيهم ننسى الموضوع منقول أنه اليوم عيد الجلاء منحط صورهم ومنحط بقى الأناشيد والصور مثل ما حكيت والاحتفالات العسكرية حتى اليوم على التلفزيون السوري استضافوا عميد يعني بها المناسبة لك يا أخي الجيش والعمداء شو ننعلاق بشهداء أيار ما لنعلاق هدون ناس أصحاب فكر هدون يأسسوا وضحوا بحياتهم لحتى يأسسوا دول تشبه الدول أو هي دول ديمقراطية متطورة حديثة ما لعلاقها بالدول العسكرية والديكتراتورية يعني والله هذا أمر غريب وهن بعيدين كل البعض هدون الأشخاص وحدا أصلا بشرح لنا فكرهم ولا شو كان بدهم لأن يلي بدهم ياهو ضد الحكام اليوم مع الأسف هدون الناس بشبهونا أكتر بشبهو أصحاب الكلمة والرأي بشبهو الناس يلي طلعت بالورود بشبهو الناس يلي بده أنه تبني دولة ديمقراطية مساواة وتقضى على الدكتراتورية وتشيع العدل ولا بشبهو العسكر عنها على الإطلاق وأنا متأكد أنه شهداء أيار لو اليوم كانوا عايشين كانوا رح ينضموا للشعب ضد الدكتاتور وضد الاستبداد وضد العسكرة والجيش والقتل وهذا الجيش طبعا نحن كل يعني مع الأسف كل الشعب السوري ضحية بكل المواقع حتى في عناصر الجيش السوري أنا دائما في الأنظمة الدكتاتورية أحمل المسؤولية كاملة للقيادة لأن القيادة أو القائد يجمع كل السلطات في يده وبالتالي يتحمل المسؤولية كاملة في الدول الديمقراطية بتكون السلطات موزعة وكل واحد بيتحمل بقدر ما يجمع بيده من سلطة لذلك منشوف صار في مشكلة بالقطاع الصحي بيستقيل وزير الصحة وبالنقل بيستقيل وزير النقل بس عنا نحن الرئيس يجمع كل السلطات في يديه بشكل مطلق قلعا عننا من خمسين سنة يتقع عليه كاملا وبالتالي حتى لناس اللي ماتوا بالجيش وبالطرف المقابل كذا هدون كلهم أنا برأي ضحايا وعموما الجيوش لم تحقق لسكان المنطقة وبأراضينا وببلادنا أي إنجازات يعني تخيلوا نحن اليوم الجيش طبعا والمسؤولية دائما على القيادة يعني الجيش هو عبارة عن يعني مجموعة من الأفراد بتم توجيههم من قبل القيادة معينة ومثل ما حكينا إذا كان القيادة قاسية وديكتاتورية فعني رح يروحوا بأي طريق يتوجهوا فيه ولكن هذا الجيش يعني من قيادات ولم يحقق لنا أي شيء اليوم نحنا عم نحكي وعم نقول أنه أملنا ويمكن هذا الموضوع يرجع أو يتحقق بعد عشرات سنين ويمكن ما يتحقق بدنا نحقق أو نرجع خريطة الدولة يلي فصلنا ياها المستعمر الفرنسي والإنجليزي سايك اسبيكو يعني نحنا اليوم بعد مئة سنة حلمنا أنه من خلال العمل العسكري والجيوش ما شاء الله يلي ما في غير عبد حاق انتصارات خلال مئة سنة الماضية اليوم نحنا حلمنا أنه نرجع هذه الدولة التي يعني فصلها لنا المستعمر الفرنسي أو الإنجليزي فإذا بتمنى أنه بالسنوات القادمة نرجع نحتفي بالفكر نرجع نحتفي بالكلمة الحرة نرجع نحتفي بسعينا لتحقيق الديمقراطية والعدالة والمساوالة كل الناس وليس العسكرة والمدافع والصراخ والأناشيد وصور القائد الأب والابن شكرا لكم شكرا لمتابعتكم ودعمكم للقناة من خلال اشتراك فيها وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة